وهذا الدكتور الذكاء الصناعي الفائق هل هو قريب ولا بعيد تتوقع مثلا مو معروفة الإجابة هناك نقاش بين طبعا خلقوا لك احنا الحين فيه يسمونه narrow AI الذكاء الصناعي الضيق أو أحيانا يسمونه weak AI الضعيف الضعيف مو بمعنى أنه ضعيف بمعنى أنه محدد في العمليات اللي يسويها يعني مثلا عندنا شيء يسمونه large language model نموذج اللغة الكبير هذا يقدر يتكلم ويقدر يجاوبك ويقدر يبلك معلومات وبأسلوب يعني يبينه كأنه منطقي وطبيعي اللغة طبيعية يتيح حق مثلا الذكاء الصناعي ثاني alpha fold يقدر يطويلك البروتينات ويعطيك كل أنواع الطويات اللي موجودة في البروتينات اللي البشر خمسين سنة من حياتهم مو قادرين يطلعون النتيجة هذه زين؟ تخيل يعني خمسين سنة من عمل العلماء يحاولون يطوون البروتينات في طريقة صحيحة يقدرون في بعضها بس تواجههم مشاكل في كثير منها اليوم عندنا داتا بيس كاملة فيها تقريبا كل البروتينات اللي موجودة على الكرة الأرضية موجودة عند جوجل سوتها بسبب alpha fold الذكاء الصناعي يسوي طويل البروتينات هذا نوع ثاني من الذكاء الصناعي أيضا يعتبر narrow يعمل بمساحة ضيقة احنا محددينه بهذه المساحة غير هو عنده وظيفة إيه لأنا كنت دربت على هالوظيفة هذه فينفذلك ياها هي بروحة ما يعرف شي ثاني يتعلم على شيء معين وينفذه وخلاص بس هذا اللي يعرفه لو تعطيه مثلا alpha fold تقوله ألعب شطرنج يقولك ما عرف ما علمتني ما علمتني شطرنج من اللي يعرف شطرنج alpha go أو alpha عفوين alpha go zero طبعا alpha go اللي تعلم لعبة الgo وغلب ليسيدول والأبطال أبطال اللعبة صح 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 بعدين عندك alpha go zero اللي علموه كل شي خلاص يستطيع أن يتعلم أي لعبة بروحة يلعب ضد نفسه ويتغلب فالحين شطرنج هذه صارت شربة ماي بالنسبة له يعني البشر خلاص يعني يتعداننا وانتهى الموضوع فهذه الذكاءات كلها تعتبر نارو بغيت تسألني قبل لا يكمل لا لا تفضل أنا بدا سأل أببالي بستفضل كمل النوع الثاني اللي يسمونه AGI الذكاء العام الاصطناعي هذا كنت أحب أسألك عليه هذا عام هذا الذكاء الاصطناعي اللي يستطيع أن يسوي كل شيء يسوي للإنسان فأنت تعلم على موضوع يتعلم هو بروحة ويستطيع أي موضوع تعطيه أي موضوع تتخيله يستطيع أن يفهمه بسهولة من غير أي مشاكل هذا اللي يصير معنا إحنا أنا أقدر أقود السيارة أو أقدر أكتب أو أقدر أقرأ أو أقدر مثلا أرسم أو أعزف الموسيقى أو أتسلق الجبال أتعلم هذه الأشياء كلها هذا عام أنا عام ذكاء طبيعي عام فاللي قاعد يحاولون يسويونه الآن ذكاء اصطناعي عام بحيث أن يسوي كل شيء وهذا رح يكون ذكي ربما أذكى من بعض البشر أذكى من بعض البشر في بعض التاسكات اللي هو متعلمها اللي لها علاقة بالمعلومات ولها علاقة بالدردشة والردود وما شابه الآن هذا AGI يتعلم كل شيء الآن بعدين اللي وراه يسمونه ASI Artificial Super Intelligence السوبر انتليجنس ما في أذكى مننا بعد خلاص حتى البشر عند هالنقطة يتوقفون يعني يتعداهم جميعا يعني وهو يتعدى أذكى واحد عندنا على الكرة الأرضية خلاص انتهى بالنسبة له هو يكون متفوق علينا إحنا كلنا لأن يكون عنده حتى يعني الـ AGI رح يكون حتى عنده المنطقة نحن حاليا الذكاء الاصطناعي اللي موجود مثل شاتشي بيتي وغيره ما عنده منطق صحيح عنده إشكاليات في الاستجابة بطريقة منطقية هو يرتب الكلمات واحدة ورث ثانية إحصائيا هذه الكلمة المتوقعة اللي تأتي بعد هذه الكلمة بحسب الموضوع اللي أنت طارحه فما عنده منطق تعال حق الذكاء الاصطناعي الـ AGI عنده منطق يقدر يفكر بمنطقية يعني لو تسأله سؤال أعطيك مثال أعطوه حق كثير من الذكاء الاصطناعية النماذج اللغة الكبيرة مثل شاتشي بيتي يقولون له عندك كوب حطيت داخل كوب كرة قلبت الكوب حطيتها على الطاولة بعدين شلت الكوب وحطيت الكوب داخل الماكرو ويف وين الكرة تسأني أنا؟ أي الكرة على الطاولة بالضبط أنت عندك منطق تمام صحيح شغلك أميلا بالأميلا صح بديهي بالنسبة لك صح بينما كل أو غالبية الذكاء الاصطناعية large language models تعتقد أن الكرة اللي الحين داخل الكوب أليم أي ماتفة منطق أوكي أوكي فهذه ما فيها منطق لأنا ما قعي فكره بشكل منطقي سليم هو يبدو لك في بعض المسائل يبدو أنه قاعد يرد عليك بمنطقية بس هو ما عنده منطق أو منطقة ضعيف منطقة معتمدة على التعلم اللي أخذ من كمية المعلومات الهائلة البشرية صح فمن ضمنها أكو منطق داخلي لكن إذا عطيتها مشكلة يديدة ما شافها منطقة ينهار فهذا اللي صاير مع ذكاء الاصطناعية الحالية AGI منطق نعم الذكاء العام الذكاء الاجياء الذكاء الاصطناعي الذكاء العام الاصطناعي صح